تستأنف واشنطن برنامجها الداعم للحكومة الأردنية والذي بدأته مع انطلاق الثورة السورية عبر إنشاء نظام مراقبة دقيق يعرف باسم برنامج أمن الحدود للحلولة دون تسلل أي عناصر توصف بالإرهابية من سوريا والعراق عبر الحدود الأردنية الدعم الأمريكي جاء هذه المرة على هيئة طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك سلمتها الولايات المتحدة لقوة الانتشار السريع في الأردن للهدف ذاته المطلع بتعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن قال في مراسم تسليم الطائرات التي أقيمت في قاعدة الملك عبد الله الجوية إن 470 مليون دولار هي مخصصات الجيش الأردني من الكونغريس الأمريكي للسنة المالية 2017 مع تخصص جزء كبير للتدريب وقطع الغيار والأسلحة وحظائر لطائرات بلاك هوك وفي ذات التوقيت خصل إمداد الدفاعي الأمريكي العراق أيضا بـ 300 مليون دولار قالت مصادر عراقية إن الهدف منها هو رفع قدرات حرس الحدود العراقي وتطوير واقعه ليكون أكثر قدرة على ضبط أمن الحدود ومنع تسلل من أسموهم بالعناصر الإرهابية وشملت تموين الدفاعي الواصل إلى قطع الأنبار عشرات السيارات رباعية الدفع مع معدات أخرى داعمة لحرس الحدود كالمولدات الكهربائية والخيام العازلة سريعة النصب ومعدات الطبابة والجندية ضبط أمن حدود البلدين الأردني والعراقي ومنع تسلل عناصر داعش إليهما الهدف الأمريكي المعلن وراء تقديم الدعم الدفاعي للبلدين لكن تزامن التمويل ينبئ باستراتيجية إقليمية أوسع نطاقا ربما تدرج البلدين ضمن قائمة البلدان التي تقاتل داعش لكن خارج حدودها ترجمة نانسي قنقر